بشأن صحيح الآن نطار قرار تحديد شرائط قياس السكري استنكار كبيراً لدى فئة المصابين بإداء السكري من النوع الثاني المعالجين بالأقراص نتابع التفاصيل مع صبرين أبو عبلاء علبة واحدة بخمسين شريط كل ثلاثة أشهر هي التعليمة الجديدة التي تمس المصابين بإداء السكري من الصنف الثاني وفي الوقت الذي يبرر فيه صندوق الضمان الاجتماعي تطبيق هذا القرار بكونه يتماشى توصية المنظمة العالمية للصحة يرى الآخرون أن هذه الخطوة لا تتماشى والمنظومة الصحية في الجزائر نحن كان نتبعه المنظمة العلمية للصحة أعطيت تعليمات وعطيت يعني راكوماندات على ومس قال 200 بندلات باران لن يدى بدى من الصحة هذه نورمالما للمنظمة نقوله إذا كان لم يكن لديه البندلات ريكتيف في الدار حيث يعطي له انتاع انبوات شاكت ليمس سيما يعطي أنسور دو أنسور دو ما يتكفرش المصابين بإداء السكري اللي يعالج بالأقراس اللي تهبط سكا التعليمة الجديدة الموجهة لكافة الوكالات الصيدلانية تجبر السيادلة على منح الكميات المطلوبة للمصابين بإداء السكري من النوع الثاني والذين يتناولون الدواء عن طريق الفم مع فتح المجال لتوجيه المريض لمراكز الضمان الاجتماعي عند حاجته لأكثر من الكمية المحدودة التعليمة هذه عندها سمانة من اللحقتنا هايليك درك المرضى كنسون فاسوزان سولين شكاولنا من هذا التعليمة هذه قولك بطا في ثلاث شهر أنا التاست أنجو سيردو يقولك أنا شوي باي كيليبري دونك حنا تبعنا تعليمة ثانية قولنا لهم سوليك إنه باي كيليبري يروح لطبيب بتاعه يدينه برية يقولوا بلي لا بزوان دات تس برجور ونمجوهم لمركز على كناص يشوفوا الطبيب ميسا كونترولر ويكردلهم لما يكردلهم تقاضف المسئوليات حول مبررات دفع المريض بداء السكري للتقشف في استعمال أشيطة القياس أتارت حفظة المرضى كونهم معرضين في أي وقت خلال حياتهم اليومية إلى أعراض قد تكون خطيرة ترجمة نانسي قنقر